بسم الله الرحمن الرحيم هو كلمة الحب التي دنست في زماننا دنست هذه الكلمة لطهارتها رغم أن من أعظم المحاب حب الله سبحانه وتعالى أن يقذف الله في قلبك حب الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذا أردت أن تأتحيا سعيدا وكريما أن تغرس في قلبك حب الله سبحانه وتعالى إن الله يغار لا يريد الله سبحانه وتعالى مني ومنك ومن الأخت أن نشرك غيره في قلبنا لا نحب إلا الله وكل المحابل بعدها هي منبغ ثقة من حب الله سبحانه وتعالى الحب الذي لا يجلب لك الشقاء ولا يجلب لذك لذة آنية ثم تعيش في غبن طوال حياتك تعيش في ندامة الله سبحانه وتعالى قال أحبوني أحببكم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أفسهم لا تقنطوا ولي إلى الله سبحانه وتعالى ارجع إلى الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحب كيف نحب بعضنا بعد أولا قال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل البيت وعلى تلاوة القرآن الكريم إذن نحب الله ثم نحب رسول الله ثم نحب الولدين أن يحب الإنسان زوجته نحن عندنا في مجتمعنا وللأسف أن يقول الزوج لزوجتي أني أحبك لا يستطع رغم أن هاني الكلمة فيها أجر فيها حسن الزوجة لا تستطيع أن تقول لزوجها أني أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءه عمرو بن العاس بعدما أن عمل عمل عاظما وقال الرنبا ما أنني وصلت إلى درجة عادي قال يا رسول الله وهو في المجد قال يا رسول الله من أحب الناس إليك تخيل مجد مملوء وعمر العاس يعني عمل عملا عاظما ظن أن النبي سي قال أحب الناس إلي عائشة زوجته من يستطيع أن يقول حتى أن السيدة عائشة قالت له أتحب تلك المرأة العجوز سيدة خادشة بعد أن توفاها الله سبحانه وتعالى قال نعم أحبها وقام ووقف وقال نعم أحبها عن من يتحدث؟ يتحدث عن زوجته لكننا نغيرنا مكان الحب وجعلناه في مكان آخر في غير مكان اللاقع أن يحب الإنسان زوجته وأن تحب الزوجة زوجها أن تحب أن يحب الإنسان أولاده يحب جبيع الناس ويضرب أولاده ويهين أولاده ويصلد عليهم الكلمات السيئة كأن أبغض الناس إلي أهله والعكس صحيح على أن أبغض الناس إليهم أهله أن يحب الإنسان أولاده أن يربيهم تربية حسنة ومن علامات الحب كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا إذا تحب ولدك نجيها من النار إذا تحب بنتك نجيها من النار إذا تحب زوجتك ساعدها على الابتعاد عن النار إذا تحب زوجتك ساعديه لكي يلحق بأهل الخير وبأهل الإيمان لا أن نكون عونا للشيطان على إخواننا وعلى أهلنا بأن نحب بعضنا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أحدها فليخبر هو يقول إني أحبك في الله إذا أحبت أخوك في الله سبحانه وتعالى لأن درجة الحب في الله يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى أين المتحابين في جلالي اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى الواحد يحب إنسان في الله لا لمصلحة ولا لمال ولا لجاه قال هذا الإنسان أحبه في الله سبحانه وتعالى ما عندي معها مصلحة ما عندي بان صهرة باندي مع اهتجارة وإنما ولا خير في ود مرئ متلون إذا مالت الريح ما لحيث تميله هذا الإنسان الذي يتابعك من أجل المصلحة لا خير فيه لا خير في ود مرئ متلون إذا مالت الريح ما لحيث تميله إنما أحبك أحبه في الله يقول الإنسان أن أحبك في الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الحب مثمر والحب في الله سبحانه وتعالى يأتي بالخيرات الكثيرة التي لا يعلموها إلا الله سبحانه وتعالى إلا من ذاقها وجربها أن يحب الناس لا يحبهم لجمالهم ولا لمالهم وإنما يحبهم في الله وبالله فقط تسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير على أمل اللقاء بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة